اشتركوا في القناة الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف اجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الادارية الجديدة حيث وجه السيد الرئيس بتكتيف الجهود لضمان ان يكون انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة تطويرا حقيقيا للجهاز الاداري بالدولة بشكل شامل ونوعي وذلك من خلال ليس فقط تحديث المباني والمنشآت ولكن ايضا عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الاسابيب العلمية الحديثة في الادارة بما يساهم في اقامة جهاز اداري قفء وفعال يتسم باعلى درجات الحوكمة الى جانب التحول الى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين وذلك في الاطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية والانتقال الى مرحلة الجمهورية الجديدة التي تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع ابناء الوطن المخلصين لصياغة حاضر ومستقبل افضل لمصر واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اطلع ايضا خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرية والاستعداد لبدء المرحلة الثانية حيث وجه سيادته في هذا السياق لموصلة التعاون والتنصيق بين الاجهزة المعنية بالتولة مع المتابعة الميدانية للوقف التنفيذي بشكل دوري اخدم في الاعتبار ان حياة كريمة هي المبادرة الاضخم في تاريخ مصر من حيث يطاق تنفيذها ومدى تأثيرها وبالنظر الى ما ستسهم فيه من تحقيق نقلة نوعية وتحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري الذين يمثلون حوالي 60% من التعداد السكاني على مستوى الجمهورية ترجمة نانسي قنقر